اعلنت وزارة الصحة وقيت المجتمع عن اجراء 488 153 فحص جديد لفيروس كوفيد 19 كشف عن 1991 حالة اصابة جديدة بالفيروس وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 855 642 حالة كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1149 حالة جديدة من المرض وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 783 119 حالة هذا وتم الكشف عن وفاة أربعة أشخاص وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2212 وفاة وعلى صعيد اللقاحات أعلنت وزارة الصحة وقيت المجتمع عن تقديم 28 710 جرعات جديدة من لقاح كوفيد 19 وبذلك يبلغ مجموعة جرعات التي تم تقديمها حتى الآن 23 مليون وستمائة وثمان وتسعين ألفا وسبعمائة واثنتين وأربعين جرعا نظمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم بالتعاون مع جامعة جون هوبر كنزا في أمريكا برنامجا متخصصا في التقصي الوبائي للطلاب التفاصيل في التقرير التالي في خطوة جدة نحو استمرارية التعليم الحضوري تحت ظلال جائحة كوفيد 19 قامت هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم بالتعاون مع جامعة جون هوبكنز في أمريكا ببناء برنامج متخصص في التقصي الوبائي لطلبة المدارس وكيفية التعامل مع الحالات إن وجدت وغيرها من الأمور التي تضمن استمرارية التعليم الحضوري هذا برنامج خاص نستخدمه لمعرفة كم هو مهم لفهم المسؤوليات والمشاركة ومعرفة ماذا نفعل عند التقصي الوبائي في مدارس الشارقة عشرة آلاف معلم قاموا بحضور هذا البرنامج أكثر من سبعة آلاف مؤهلين للتقصي الوبائي بدأنا بإطلاق البرنامج للطلاب في المرحلة الثانوية في الأسبوع الماضي طبعا هو كان متاح لهم سابقا لكن بالنسبة للطلاب الآن بدأنا نوسع هذه الحملة حتى تصل لأولياء الأمور والمجتمع بشكل كامل البرنامج شهد مشاركة أربعمائة طالب وطالبة من المرحلة الثالثة في مدارس الإمارة وذلك في ضوء أهميته وانعكاسه على الطلبة الذين سيكونون سفراء في مدارسهم بعد أن استضافتهم أكاديمية الشارقة للتعليم من خلال هذا البرنامج اجتماعنا كلنا هنا في القاعة هذه عشان نسوي برينستورمي ونطلع أفكار جديدة أن نقدر نحافظ على مجتمع عمالنا وكيف نقدر نحن نساعد ونحافظ الصغرية والإهال أن يحاولون يكونون أكثر متحفظين عن عمارهم ويفكرون عن عمارهم وهم في المدرسة ويحاولون أن يوقفون الانتشار الذي يصيطلع عمال كوفيد-19 استفدت فيه صراحة من البروغرام وطبعاً أكثر شيء استفدت صراحة أنه دائماً بس كون عندك مشكلة دائماً تلاقي الجذر المشكلة تلاقي من وين شو أصلاً المشكلة وإذا لأن أصلاً مشكلة ميداً نعرف للحل ويعد البرنامج رسالة واضحة من هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم مفادها أن الجهود مستمرة لتعزيز المعرفة واستمرار العملية التعليمية في ظل توعية شاملة بفيروس كوفيد-19 والحد من تفشيه في المستقبل برنامج التقص الوبائي يأتي حرصاً على صحة وسلامة الطلبة في ظل التعليم الحضوري خلال الجائحة لأخبار الدار لمياء المازمي الشارقة